اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من تسعين تمنتاشر نجم من نجوم جيل 2018 واللي سهمه بشكل كبير جدا في صعوبنا الى كاس العالم وعلى قوائم الانتظار وقائمة الانتظار دائما متحمل مفاجأات أنا مكلم مع حضراتكم مع نجم النادي الاهلي والمحترف والمعار الى سعودية أنتها فترة عارته قريبة ان شاء الله بإذن الله جابت المؤمن زكريا نجم ومتخدنا لوطن نجم النجوم اهلا وسهلا بك كل سنة وانت طيب ورمضان كريم الله اكرم وسهلا بك كل سنة وانت طيب وكل سنة وانت طيب وسهلا وسهلا بككم وانت طيب ومستماعين بخير وسهلا وسلام اما هاي عندي كرام كتير جدا أريد أن أتكلم معك لكن خليني أبتدي معك من أول خطوة أول وجود لك مع المنتخب في مرحلة التصفات والوصول إلى كاس العالم هل كنت متخيل أن نحن نعيش الأجواء اللي نحن عشانا دي دلوقتي أنه مصر راح أكاس عالم وأنا بنستعد لهذه البطولة أو لا؟ ده كان الهدف بالنسبة لنا من أول مباراة اللي هي كانت شدي كانت مباراة بتصفات كاس العالم إنه كان هدف من هدفنا الرئاسيين إحنا نكون متويدي في كاس العالم والحمد لله يقدرنا نفرح الشعب المصري وزي ما أقولك من أول هدف أنت حدث قداما كاس العالم فالحمد لله جرت توصل إلى الهدف اللي أنت بتحققه من وجهة نظر كمومن عايز أقفز إلى المرحلة الأخيرة مرحلة التصفيات هل كنت متوقع أننا نعرف نكسب غانا ونعدي من الكونغو المراحل دي كلها نعرف نعديها عشان نوصل لكاس العالم؟ موسى بريم أنت زي ما قلت لك في أول سؤال إحنا بالنسبة لنا كنا نحطين حدث قدامنا من أول هدف تصفات كاس العالم إحنا نوصل لكاس العالم وده الحمد لله قدرنا نوصل له وزي ما أنت بتقول عايز اللي عايزه كاس العالم لازم يكسب كل مارشات ويطلع أول المجموعة والحمد لله ده جم من حظنا وكانت سنة كويسة لنا وكانت سنتين مهمين في حيات الكرة المصرية المتاخد في مصر أنه وصلنا إلى أفريقيا وصل كاس العالم دي بين اسماننا حقا كويسة والشعب من مصر أصعب مطشي علينا إيه؟ كنغو أكيد لأن مطشي ده كان هو اللي هيئلك على طوله ويوصلك لكاس العالم وكمان صعفته أن أنت على أرضك وتعادلت واحد واحد والحمد لله قرمت في آخر وقت في البلنامتي بتاع صلاح فالحمد لله دي نوصل كاس العالم ودي أصعب موبران شفت عيوه أحنا ماتش عامل المؤي وكان رضي عن نفسه مع مين بزبط؟ مع المنتخب في فترة التصفق تشات تشات لعبته وغانا لعبته والحمد لله يعني شافينا كنا أدينا بشكل كويس وغانا ده دينا نكسب 2-0 هنا في ملعبنا فالحمد لله دي نوصل كاس العالم صحيح خليلي بأكلم معك على كاس العالم حصل ونزلت قايمة للمنتخب هل موجيت نظرك انت كنت متوقع ان انت تلاقي نفسك في القايمة الأولان هي القايمة اللي فيها 29 لعب وبعدين نزل بعدها الستة اللي فيهم مؤمن ذكرها زعيل تلاقي وكلمنا بصراحة لا أكيد أي حد كان يتمنى يكون موجود في كاس العالم وإشان رب بلد ده كان حلمي كان غايب عن يعني أغلبية جديدة ملعبش ولا أوسل ولا هيا حاجة كنت أتمنى تكون موجود ملعبت الجيل ده بـ 28 سنة محدش ريف كاس العالم لا حضرني حان رأي أكتر واحد لعب التصفيات صحيح فما فيش حد كمان لعب التصفيات غير الجيل ده بس الحمد لله يعني شايف ان الجيل ده حظه كويس انه بعد 28 سنة قدر يوصل الى الكاس العالم كنت أتمنى تكون موجود بس بس يوم الحمد لله قدر الله شو هفعل ده الخير ليا وبتمنى الخير لك زمالي كلهم وأكيد انا واحد من الشعب مصر يكون مسانة ليهم ومتابعهم وإن شاء الله شجع بلدي ودي حام حاجة ان انا باعتماش نسو ان انا شوفت بلدي في كاس العالم اتصدمت ولم لا لقيتش اسمك في القايمة؟ لا ما اتصدمتش يعني ده خير ليك وكل حاجة ليك بس اكيد واحد زيل بس خلاص عتامي ليه يعني ده الكورة ودي الصنة الحياة يعني لما لقيت تاني يوم اسمك محطوط من ضمن قايم الانتظار ست لعيبة فيهم مؤمن زكريا الامر ده عوضك ولا عادي يعني ما فرق؟ لا ما الله ما حطيتش في المياه خالص هو نصيبك هتكون متواجد متواجدش متواجد خلاص للاستدعاء للمنتخب انه يكون موجود في كاس العالم؟ لا اي حد يكايز انا بالنسبة لي جايز ما عنديش ايه مشكلة اتمنى رخيل زماني انهم هجروا وكلهم يروحوا للسلام ويموفقين ان شاء الله لك وتمنى التوفيق لهم والمنتخب بلدي بعد الفصل لسا مكملين مع حضراتكم وحوار مهم جدا من تسعين تمنتاشر مع نجم ومنتخبنا الوطني مؤمن زكريا ورجعنا حضراتكم مرة تانية ولسا مكملين معاكم في تسعين تمنتاشر مع مؤمن زكريا نجم النادي الاهلي ونجم ومنتخبنا الوطني مؤمن كنتم اجل اكيد في دماغك امور كتير جدا من ضمنها مثلا هل هتكمل في الاحتراف ولا لا هترجع عند نادي الاهلي عند خطوة تانية اكيد كنت معلق حاجات كتير على كاس العلم اكيد احد كان بيتمنى مقود في كاس العلم زي بردت لك ابراهيم بس خلاص يعني الفرصة انا ما جاتلكش سنتين الوحد تاب فيه مع المنتخب كان متواجد في اغلبية الماتشات في تصفيات في تصفيات افريقية بس ده نصيبك يعني من وجهة نظرك بقى منتخبنا الوطني حيلعب في مجموعة فيها ارجوي فيها السعودية وفيها روسيا عالترتيب هتبقى الارجوي الاول وبعدين روسيا وبعدين السعودية شاف ازاي فرص منتخب مصر في البطولة دي او في المجموعة ده لأ زي بولتلك يعني اعنا عرف دماغ مستر كوبر كويس وعرف تفكيره كويس لا الراجل اللي راح عنده هدف بالنسباله ان هو هيعمل حاجة كويسة وان شاء الله بازن الله هنعمل حاجة كويسة في كاس العالم وان شاء الله هنصعد بالدور التاني وبازن الله ليه ما نتمعش في اكتر من كده المؤمن انت واحد من العنصر اللي اعتمد عليك كوبر كتير حالك متخال ان هو هيلعب بنفس الطريقة بالشكل الدفاعي ونلعب على كونتر اتاك هيلعب بنفس الاسطودة في كاسعة؟ هو سيستمر الراجوي متعود عليه بعده سنتين وماشي بيه كويس ونتاج بكويسة فهو سيستمر يلعب بيه يعني مش غيره هو سيستمر ماشي بعده سنتين وناجع به ليه اغيره لعيبة المنتخب مبتتدايقش وانت واحد من النجوم المنتخب مبتتدايقوش منطر التلاعب يعني انت واحد مثلا لعيب زيك مبدع بيعنده حتة زيادة عنده حتة عايز يعملها حتة ابداع كوبر بيحرابك من ده ولا بيبقى بديلك برضو المساحة دي من الابداع لا بيديلك مساحات اللي انت تبدع وكل حاجة وكامل شوية كل عاجة بس هو احلى عاجة في الراجل اللي هو عنده التنظيم ده من اسباب نجاح المنتخب اللي هو الراجل عارك تنظم كويس بيطلب منك ايه؟ يعني بيطلب منك ايه؟ بيطلب من مجموعة اللعيبة ايه؟ لا اوه كل واحد في مركزه بيطلب منه اللي هو مثلا الوينجات يبقى ضميه مع نص الملعب يبقى يكامل وفروت تاني عادي في التنظيم كله يبقى تحت الكورة فدي احلى عاجة فراجل يعني بيعرف ينظم كويس بيمررنك خلال السابيع اللي هي قبل الملش تنظيم كويس بيركز في كل حاجة في اداتك التفاصيل فربنا يكرمنا ان شاء الله المنتخب وزي ما اقول لك اتمن ان شاء الله يسعد دوري التاني وان حاجة عاجة براجل المحور المهم في اختيارات كوبر بيبقى ايه؟ اللعيب اللي بيعمله 50-50 50 دفاعه 50 هجومي؟ اللعيب الملتزم ولا اللعيب اللي بيعادي بيبقى واخد انتباه مصر كلها؟ ايه اللي انت بتشوف؟ اللعيب اللي هو يقدر النجاح على خطيته اللي هو عايزه؟ ايه اللي هو مصحبات لعيب معين بالنسبة ليه اللي هو ايه بقى؟ هو بقى تسأله في موضوع ده؟ اه مش احدى ما انت بيبقى عندك برضو اموم من خلال اللي احتكاك برضو فاهم اكتر عشان نوصل ايه ايه بس هو بيحتاج اللي هو اللعيب اللي يمشوله على خطيته وينفصله خطيته من وجهة نظرك بتشوف التعامل ازاي هي بقى مع المباراة مباراة الاول ان هي السيناريو بتاعها بعمل زيقور جواي فرقة قوية جدا من الفرق المرشحة طبعا بتشوف من وجهة ان هي تعدي طبعا دور الاول منتخب مصر هيلاعبها برضو على الكونتر اتاك حيلعب على نفس الاسلوب اللعبي اللي معتمد عليه ولا هيبقى فيه حتة زيادة هبومية من عندنا هو سيستم الراجل الماشي بيه ويبدل يلعب دي مش هغار السيستم مفيش حتة زيادة انا هو الراجل بقى له سنتين وماشي كويس يا الراجل هو سنهاي افريقيا ووصل كاس العالم تفتكر محمد صلاح هيعمل في البطولة دي ان شاء الله هيعمل حاجة كويسة باذن الله ان شاء الله باذن الله صلاح حاجة فخر للعرب كلها وان شاء الله يكون موفق كمان في كاس العالم باذن الله هل بتشعر ان اختارت المنتخب اهل زمالك ولا مفيش كلم ده مش عندي السؤال ده همسألك سؤال وانت تقول لي حساسك ايه انا لبقتر هقول لي هرد عليك بس ماشان اللي بقتر انت احساسك ايه اهل زمالك ولا لا انا ما عنديش الاجابة دي الاجابة دي تقولها المدير الفني حد مسؤول في الجايز مشان طيب لو سألتك في الجزائية بتعت العلاقة مابين اللعيبة في المنتخب مابين اللعيبة كلها البعض ايها العيبة الهل زمالك والمحترفين هل بتحس انه فيه تفريع هم نفسهم قريبين من بعض اللعيبة كلها قريبين مع بعض المحترفين كانوا بيلعبوا بين قبل ما يسافروا وكل عارب بعض اللي عزو زي ماك غيبت عارفها بعضها لا فيش توقعتك ان احنا نعدي ندور الاول ان شاء الله ان شاء الله هنعدي بإذن الله الرسالة عايز تقولها بقى لنجوم المنتخب ورسالة تقولها لجماهير مصر ان شاء الله ربنا يكرمنا ويفانا بإذن الله مؤمن انا بشكرك شكرا جزيلا وكل سنة انت طيب ورمضان كريم حبيب ربنا خليك يا بريم الله وقرم عليك دي كانت حلقتنا النهاردة من تسعين طمانتاشر مع نجم النادي الالي ومنتخب مصر كابتن مؤمن زكريا شوفكم بكرا ان شاء الله بإذن الله في حلقة جديدة وحوار جديد وحوار مهم